أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق مع مختلف محافظات الجمهورية لتحديد مزايا التنفسية الانتاجية لكل محافظة وذلك لربطها بالسياسات الصناعية والتصدرية التي تعهدها الوزارة حاليا بما يسهم في رفع الكفاءات الانتاجية للمحافظات وزيادة مساهمتها في النتج المحلي الإجمالي وصدرتها للأسواق الخارجية جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع كل من محافظ بورسعيد عادل الغضبان ومحافظ الشرقية ممدوح غراب لبحث الانشطة الانتاجية والصناعية بالمحافظتين والوقوف على أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون والمصدرون لإيجاد حلول لها